شارك سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة السابعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن نهج مملكة البحرين الراسخ يقوم على دعم كافة صور التعاون والتضامن العربي المشترك وفقا لروية جلالة ملك البلاد المعظم وبجهود سموي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لدعم ومساندة أطر التضامن وتعزيز التعاون تجاه مختلف القضايا ذات الاتمام المشترك وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات حيث تم بحث دعم الجهود العربية الرمية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص دوية لعاقة وضمان توفير الحماية الشاملة لهم وضمان كافة حقوقهم إلى جانب بحث البند المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومدى التقدم المحرز في تنفيذها ترجمة نانسي قنقر